من جهته قال المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني لتصدي لفيروس كورونا إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اعتمدت استخدام بلازما المتعافين بروتوكولا علاجيا ما أسهم في الحد من المضاعفات الشديدة طبعا كنا دائما نحث ونكرر بأن خصوصا في هذه المرحلة اللي احنا نمر فيها ما زالوا لنا أخوة أخوات موجودين في مراكز العلاج اللي هم في أمس الحاجة إلى أي نوع من العلاج اللي يخفف آلامهم ويخفف مدى خطورة هذا المرض عليهم وحنا ما زلنا نطمح ونسأل أخواننا أخواتنا المتعافين اللي الله منع عليهم بالشفاء إن يبادرون بالتبرع اللي بلازما لأنه فعلا كل النتائج اللي بعرفها عليكم إن شاء الله أبدت مدى يعني أهمية هذا النوع من العلاج خصوصا لبعض الحالات وكيفية استخدامها في أسرع وقت ممكن طبعا اللي تبرع يعرف الطريقة طريقة جدا سهلة ما تأخذ من وقت أي إنسان أكثر من عشر دقائق هي هذه العشر دقائق اللي تأخذ من وقتك بتساهم في إنقاذ روح محتاج للتعافي من هذا الفيروس وكل اللي ما شفنا احنا في الأسابيع الماضية والله لا يعودها علينا ما شفنا ازياد الحالات في العناية القصوى وكيفية كانوا يعني الحالات ما بين نساء وما بين كبار في السن وإحنا أكدنا بأن هذا الفيروس لا يفرغ لا بين جنس أو عرق أو عمر وكيفنا وكيفنا في بدايات التحدينا ازياد أعداد المتبرعين للبلازما واللي نتمنى أن يصرون على التبرعهم لأنها هي بتكون أفضل طريقة إن شاء الله في الحد من خطورة هذا الفيروس خصوصا للأشخاص اللي يحتاجونها في العناية المركزة